طيب أحمد خليني أبدأ معك بالنادي الأهلي والمباراة خلينا نقول إن إحنا كده عدينا الشرط الأول لسه عندنا الشرط التاني في القاهرة هنا يوم السبت إن شاء الله بالتأكيد بداية جيدة جدا للنادي الأهلي أنا يمكن هناك كلمت وقلت الأسبوع اللي فات إن المباراة دي بالنسبة لمرسل كولر قلت حاجات كثيرة أسبوع مباراة صعبة بالنسبة له إن أنت كمدير فني لسه يماسك بالك شهر وجاي بتلعب في بطول الدورة بطال أفريقيا عامل فترة أعداد طبعا أفل على الفرقة بشكل كويس بتلعب مع فريق يعني أنا قدر أقول إن شايف فيه نفس بداية فايلر يعني إن شاء الله يعني فايلر على فكرة بدأ بكنوسبور في بطل غنية كسب 2-0 في غنية وبعد كده لعب الزمالك في السوبر كسب الزمالك 3-2 فنفس البداية يعني هو برضه هنا بدأ بس هو بدأ مع فرقة أقوى للتحاد المنستيري بتلعب للتحاد المنستيري في تونس عجبني بصراحة إن المدرب مارس الكولر كرته هجومية عنده فكر هجومي عنده شخصية التنظيم بتاع الفرقة وقفتنا في الملعب شكلها كويس أنا ما قدرش أقول لك إن دي بصمات مدرب من أول ماتش أو كده لكن أنا قدر أقول لك إن الوقفة بتاعتنا شكلها كويس الفرقة فيها شخصية المدرب عقليته هجومية المدرب عايز يلعب كرة حلوة بدليل هو مختار عندنا أحسن 2 مساكين بيلعبوا أو بيحضروا كرة من تحت محمود متولي في التشكيل ومن أحسن 2 يعني محمود متولي ومحمد عبد المينة هذا يتكلم بشكل عام مش عايزين نتكلم تفصيليا على فده دليل إيه برضو إن الرجل عايز يبني الهاجمة عايز يلعب بمهاجم واهمي عايز يلعب كرة يعني عايز يلعب كرة عايز يلعب كرة هجومية حتى التغييرات كابتن إسلام محمد شريف حسام حسن أفشة بره ملعبك في تونس بتلعمل 3 تغييرات 3 مهاجمين لا ونتيجة كانت 0-0 كمان والبصمة الموجودة في الضربات السابتة من أول مباراة واضح إن فيه تفاصيل فيه شغل يعني فيه واضح إن الراجل ما قدرش أقولك إن دي إن دي يعني إيه إن دي حاجة مميزة في المدرب ولكن فيه ملامح حاجات بينة إن الراجل بصراحة قافل على الفرقة بشكل كويس منظم جداً شخصيته هجومية وبلعب كراك كويس دي أبرز حاجة طبعاً إن انت دي كنام اللطيف ده كنام اللطيف بره التفاصيل بتكسب بره ملعبك دي حاجة كويسة دي حاجة إحنا كنا مفتقدين يعني إنت حتى لو بتبص كل البلاد أو الفرق اللي بتلعب في دوري أبطال إفريقيا في زهاب دوري 32 أكيد بتبص على النتائج ما بتشوفش طبعاً كل الماتشات مش كل الناس بتشوف كل الماتشات مشوفتش كل الماتشات حضرتك ولكن قلنا إن الرجاء كسب إن فلان كسب إن الفريق كسب الفريق ده كسب وبالتالي هي دي الفرق دايماً اللي بتبقى مرشحة صح كمان لو بصت على الإحصائيات بتاعت الماتش هتلاقي النادي الأهل تفاق في كل حاج إنت استحوازك أفضل محاولاتك أفضل حقيقي ممكن الناس تقولك طب الاتحاد المنستيري فرقة بتنفس الترجي بتنفس الترجي سهلاً اللي فاتت لآخر الدوري يعني أنت برضو في دولة 32 حظنا ما كانش كويس إن أنت بتقابل فرقة قوية زي الاتحاد المنستيري أو فرقة تعتبر دي تعتبر يعني دي صعد على حساب النجم الساحلي بتاريخها وعلى حساب الصفاكس التونسي في تونس استحواز النادي الأهلي قدامنا الأرقام 61% مقابل 39% ده بره ملعبك محاولاتك 8 منهم 3 صح الأهداف المتوقعة 1 و 2 من 10 الأهداف المتوقعة يعني كل ما بيعملوا إحصائية كل ما بتقرب من المرمى كل ما بتاخد نوات أكتر صحيح فالنادي الأهلي إحصائيته الاهداف المتوقعة الـ يعني 1 و 2 من 10 جاب منهم 1 فدي نسبة كويسة بس دي برضو بتأكد إن إحنا لسه صنعت 7 فرص محتاجين برضو لسه نزود معدل اللي لازم يكون لسه أول مباراة لسه لسه بنشوق إشارة أكتر كمان لكن الفرقة الثانية الاتحاد المنستيني صنعت فرصة واحدة بس أوكي التمريرات إنت عمل 523 تمريدة ده بيأكد إن إنت معدي الـ 500 تمريرة برنامالعبك وفي وسط جماهير التونسية ده أرض الملعب برضو ما كانتش أفضل حاجة صحيح دي حاجة كويسة فدي حاجة كويسة كمان المراوغات النهاردة إنت عمل 14 مراوغة نجحة من 16 استعادة الكورة 104 الاتحاد المنستيني 108 المخالفات 15 19 الحاجة بس اللي برضو الركنيات ما ينفعش يبقى عندنا ميزة لعيب زي محمد عبد المنعم وعلي معلول بيرفعه وإحنا ما بناخدش ركنيات لازم لعيبة برضو عبد المنعم بدماغه وعلي بيرفع وعلي بيرفع عندنا ميزة الدربات الركنية لازم يكون عندنا في الماتشات اللي زي دي إن اللعيبة برضو ممكن أحصل على ضربات ركنية من لعب سهلة لما الكورة تبقى على الجنب سواء الباك رايت أو الباك ليفت ممكن أحصل على ضربات ركنية أخلص بها الماتش اشتركوا في القناة